السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم فقلت له هنيئا لك يا أبا عبد الرحمن فقد لقيت رسول الله فقال له وأنت يا عطية لو كنت لقيت رسول الله ماذا كنت تفعل قال كنت أؤمن به وأقبله بين عينيه قال ابن عمر ألا أبشرك قال بلى قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من خالط حبي قلبه حرم الله جسده على النار اللهم اجعلنا منهم بفضلك ومنك ورحمتك يا أرحم الراحمين أن يخالط حبه صلى الله عليه وسلم قلبك فهذه النعمة العظمى والمنة الكبرى والعطية التي لا تعدلها عطية والمزية التي لا توازيها المزية ولا أي مزايا أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما والمحبة لا شك أن لها طرق وأن لها وسائل يمكن أن تكتسب بها وهناك نوع من المحبة الطبعية التي لا يمكن أن تتوقف على سبب يقول أهد العلم إن محبة مولانا صلى الله عليه وسلم منها محبة يوجبها الشرع الشرع الشريف أمرنا بمحبته عليه الصلاة والسلام ومن أحبه صلى الله عليه وسلم كان معه في الجنة فالشرع طلب مننا هذه المحبة وهذا نوع من أنواعها يقال له محبة الشرع أو بداعي الشرع النوع الثاني النوع الثاني محبة بداعي العقل يعني العقل يقول لنا إن محبة هذا النبي الكريم واجبة إن العقل يقول لنا إن الذي يحبنا ومن يخاف علينا ومن دلنا على الله ومن أخذ بأيدينا إلى الله العقل يقول يجب علينا أن نحبه لقد كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني لا أسألك فاطمة ابنتي ولا خديجة زوجتي ولا صفية عمتي ولا العباس عمي بل أسألك أمتي أمتي كان يبكي في جنح الليل ويقول اللهم أمتي أمتي فنزل قول الله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى ونزل الأمين جبريل يقول له إن الله يقرئك السلام ويقول لك إن سنرضيك في أمتك ولن نسوءك فيهم العقل يقول لنا من يحبنا هذه المحبة من هو حريص علينا كما قال الله تعالى يجب أن نحبه أم لا طبعا العقل يوجب محبته إذن محبته واجبة بالشرع أولا ثانيا واجبة بالعقل ثالثا واجبة بالطبع كل صاحب طبع سليم يحبه صلى الله عليه وعلى آله وكيف لا يحب أجمل العالمين خلقا وخلقا كيف لا يحب من كان إذا تبسم رؤيك النور يخرج من بين ثناياه كيف لا يحب من كان إذا نظرت إلى وجهه رأيت كأن الشمس تجري في محياه كيف لا يحب صاحب الخلق العظيم والأدب الرفيع صاحب الجمال والجلال والكمال والبهاء النبوي الشريف إن محبته صلى الله عليه وسلم واجبة بهذه الثلاثا فمن لم يستجب للشرع استجاب للعقل ومن لم يستجب للعقل استجاب للطبع فمحبته لا مناص منها صلى الله عليه وعلى آله فلذلك الكنز الذي يكرم الله تعالى به العبيد أن يتعلقوا بأذيال هذا النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأن يعلموا أن ما هم فيه من نعم ومن خير إنما سببه الأعظم هو من سببه الأعظم هو من هو رسول الله قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في مقدمة كتابه الرسالة اعلم أنه ما ظهرت بنا نعمة ولا بطنة نلنا بها حظا في دين أو دنيا أو أخرى إلا ونبينا صلى الله عليه وسلم سببها الأعظم الهادي إلى خيرها الدال على رشدها فليس هناك نعمة فينا ظاهرة ولا باطنة إلا بسببه عليه الصلاة والسلام إذن نحن نقول إننا في هذه الأمة جميعا نعيش في بركاته عليه الصلاة والسلام ونعيش في عزه عليه الصلاة والسلام بعض الناس يقول كيف تقول في عز النبي ألسنا نعيش في عز الله يا أخي وعز النبي وعز ربه صلى الله عليه وعلى آله يا أخي إن خزائن الدنيا كلها كما في الحديث الذي رواه مسلم قال عليه الصلاة والسلام بينما أنا نائم إذ أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في كف يقول أبو هريرة فذهب رسول الله إلى جوار ربه وأنتم تأخذونها من كف رسول الله بعض الناس يقول ولكن الرسول صلى الله عليه وعلى آله عرض عليه الخزائن فأبى فكيف هنا في هذا الحديث يأخذها أقول إن الذي عرض عليه من الخزائن فأبى عرضت عليه من أجل نفسه له هو يأخذها هو فأبى وقال بل أجوع يوما وأشبع يوما فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك وإذا شبعت حمدتك وشكرتك أما التي وضعت في كفه فهي كانت لأمته صلى الله عليه وسلم فلذلك كل ما نحن فيه من خير وبركة هو السبب فيه ونحن كلنا نعيش في خيره وعزه وأنواره وبركاته عليه الصلاة والسلام طيب هذا الكلام جميل ومعلوم لماذا نذكره الآن وهو عندنا معلوم أقول لحضراتكم نذكره الآن وهو عندنا معلوم لأن كثيرا من الناس تنكب عن طريقه صلى الله عليه وسلم ولم يستمسك بحبله عليه الصلاة والسلام الذي هو حبل الله الذي من تمسك به وصل واتصل وقرنت به سعادة الآباد وعن الشقاوة فصل بعض الناس تنكب صراطه تنكب مسلكه تنكب سنته عليه الصلاة والسلام ورسول الله هو الصراط المستقيم كيف؟ كيف هو الصراط المستقيم؟ هذا ليس اختراعا لم أخترع شيئا هذا موجود في كتب العلم وعند رجاله قال الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم قال الحسن البصري وأبو العالية من أئمة التابعين الصراط المستقيم هو محمد صلى الله عليه وسلم اهدنا الصراط المستقيم ايهدنا سبيل محمد وطريق محمد ومسلك محمد صلي يا رب عليه وعلى آله اهدنا الصراط المستقيم أبو العالية والحسن البصري يقولها محمد لما يقولوا أنا انظروا أيضا يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها قال سيدنا علي بن أبي طالب نعمة الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم طيب تنبه لما يأتي بعد ذلك قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم قبلها قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا قال ابن عباس ابن عباس ترجمان القرآن ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله يفسر لنا هذه الآيات واعتصموا بحبل الله جميعا قال ابن عباس حبل الله هو محمد صلى الله عليه وسلم ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم قال ابن عباس نعمة الله هي محمد صلى الله عليه وسلم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم قال ابن عباس ألف بين قلوبكم بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وكنتم على شفى حفرة من النار فأنقذكم منها قال ابن عباس أنقذكم بمحمد صل يا رب عليه وعلى آله هذا لما قلوا أنا ولما اخترعه أنا ولما اخترعه أحد إنما هو مجود في ديننا هذا هو الدين مداره صلى الله عليه وسلم عليك مدار الأمر إذ أنت أصله صلى الله عليه وآله وسلم به منك اتصال دائما يتسلسل كما قال سيدنا الشيخ علي وفا رضي الله عنه في قصدته المشهورة في مدحه صلى الله عليه وآله وسلم هكذا فعندما أقول لك إن الصراط المستقيم هو رسول الله لا تعجب الله تعالى قال في شأن النبي صلى الله عليه وعلى آله إنك لا تهدي إلى صراط مستقيم وقال ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط المستقيم يبقى هو على الصراط المستقيم وهو يهدي إلى الصراط المستقيم يبقى هو الصراط المستقيم يبقى حسن البصري وأبو العالية على حق إنما فسر القرآن بالقرآن كل هذا نذكره ليعود المسلمون إلى منهجه وإلى سنته وإلى مسلكه وإلى محبته عليه الصلاة والسلام اعلموا أنه ما وقع بالمسلمين مكروه إلا بسبب تخلفهم عنه صلى الله عليه وسلم والله هو حبل النجاح هو حبل الله المتين صلى الله عليه وعلى آله انظروا انظروا إلى ما حصل مع الصحابة ونحن نعيش في ذكر بدر الأيام المقبلة إن شاء الله في ذكرى انتصارات بدر انظروا ما حصل مع الصحابة انظروا ما حصل في يوم أحد ما الذي أصاب المسلمين الذي أصابهم بسبب تخلفهم عنه وعدم سماعهم لأمره صلى الله عليه وسلم ويوم حنين إذ أعزبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ولولا رسول الله فيكم ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل زنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين انظر ما أصابهم ذلك إلا بتخلفهم عن أمره وما أصابهم النصر إلا بدعائه واستغاثته عندما وقف في يوم بدر وهو يقول اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم نصرك الذي وعدت اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض حتى يسقط عنه رداؤه روحي له الفداء فيأتي الصديق فيضع رداءه على ظهره عليه الصلاة والسلام ويقول هون عليك يا رسول الله إن الله منجز لك ما وعدك فيلتفت صلى الله عليه وآله وسلم فينظر إلى الأفق فيقول يا أبا بكر أبشر هذا جبريل آخذ بعنان فرسه نازل من السباء من أجل ماذا من أجل ماذا من أجل أن ينصره عليه الصلاة والسلام يا جماعة الخير الملائكة تنزل من سماواتها لتنصره عليه الصلاة والسلام فلماذا تخلف بعض المسلمين عن نصرته أمر عجيب أمر عجيب النبي صلى الله عليه وعلى آله أخبرنا أن الملائكة الذين حضروا بدرا وشهدوها وشهدوها هم خاصة الملائكة كما أن الذين حضروا بدرا من المؤمنين هم خاصة المؤمنين يعني الذين حضروا بدرا من الملائكة الله جعل لهم من الخواص ليه عشان قطروا الكافرين وهذه الكافرون يحتاجون إلى ثلاثة آلاف من الملائكة مسومين ده ممكن ملك واحد يدمر العالم ألم يفعل هذا جبريل عليه السلام مع قرى قوم الوت والعياذ بالله أربع عشر مدينة رفعها بجناح من أجنيحته حتى بلغ بها عنانا السماء ثم نزل بها على الأرض والعياذ بالله نسر الله السلام والعافية لكن الكل ينزل في نصرة الجناب النبوي الحبيب الأعظم محبوب الحق عز وجل كل ينزل إلى نصرته أحد الصحابة يرى الكافر في المعركة ويرى بعض الرجال أو يرى رجلا لا يعرفه أبيض فيه نور عليه بهاء ويمسك بسيف وعليه معه فرص ويقول أقدم يا حيزوم أقدم يا حيزوم ثم يشير بالسيف إلى عنق الكافر فتطير فيعجب فإذا الكافر يسقط على الأرض فيذهب الصحاب إلى رسول الله ويقص على رسول الله من رأاه فيقود له ذلك ملك نزل من السماء الثالثة استأزن ربه أن ينصر نبيه صلى الله عليه وسلم إعجبوا إعجبوا إن حضرة النبي يقول عنه ملك ويقول عنه نزل منين يعني حتى عارف مكانه اللهم صلي عليه عارف نزل من أي سماء وما يعلمه الزنود ربك إلا هو وقد أطلع الله تعالى نبيه على بعض المغيبات يعني حدد له من أي سماء نزل هذا الملك وما الغرض الذي نزل من بسببه أو من أجله هذا تمكن منه صلى الله عليه وسلم في العلم بالله سبحانه وتعالى هؤلاء كلهم نزلوا لينصروه صلوات الله عليه وعلى آله فما باهنا أن نحن نتخلف عن نصرته أيها الأحبة لا يتسع المجال لأكثر من هذا ويكفي كما يقولون من القلادة ما أحاط بالعنق ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن ينفعنا بأنوار نبينا وأسراره وبركاته وعلومه ومعارفه وأن يؤدبنا بآدابه وأن يخلقنا بأخلاقه وأن يرزقنا رؤيته يقظة ومنام من جميع الوجوه في الدنيا والآخرة وما بينهما وأن يجعانا وإياكم في حفظه وصيانته ووقايته ورعايته وأن يبارك في الجزائر وفي شعبها وفي أهلها وفي قادتها ويرحم شهداءها ويتغمد موتاهم بالرحمة والمغفرة ويبارك في هذه الزاوية الجليلة المنورة المعمورة بالخير معناً وصورة ويبارك في شيخيها سيدنا الشيخ محمد عبداللطيف بالقائد وفي كل إخواننا في الله القائمين عليها ويحفظهم بحفظه ويضرب عليهم سرادقات عرشه ويسكنهم دوائر لطفه ويهتقبل منكم الصيام والقيام وصالح الأعمال ويعجل بالفرج لإخواننا في غزة اللهم أعجل لهم بالفرج اللهم أعجل لهم بالفرج اللهم أعجل لهم بالفرج اللهم أعجل لهم بالنصر اللهم أعجل لهم بالنصر اللهم أعجل لهم بالنصر اللهم أعجل لهم بالتأييد اللهم أعجل لهم بالمعونة اللهم أعجل لهم بالرفادة اللهم أعجل لهم بكل خير يا رب العالمين اللهم أنصر الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين وأكرم أمة سيدنا محمد بجميل عوائدك كرامة لسيد المرسلين بفضلك ورحمتك يا رب حام الراحمين وتقبل الله منا منكم وكل عام أنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله